بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلاب الصف الثالث متوسط درسنا اليوم التاريخ بعنوان القضية الفلسطينية نحن نحجح على القضية الفلسطينية من محورين المحور الأول هو تعريف الصهيونية وأساليبها والمحور الثاني نتكلم به عن وعد بالفور وملاحظاتك حول وعد بالفور رح نتطرق على المحور الأول اللي هو تعريف الصهيونية الصهيونية من أريد أعرفها أقول هي حركة أمصرية عدوانية استعمارية استيطانية حركة منصرية عدوانية استعمارية استيطانية ماذا تهدف هذه الحركة؟ هي تهدف إلى تجميع اليهود من كل القوميات في العالم عن طريق الهجرات وتشريد الشعب العربي في فلسطين إذن قلت على الصهيونية حركة عنصرية عدوانية استعمارية استيطانية قلت ماذا تهدف هذه الحركة؟ هي تهدف إلى تجميع اليهود من كل قوميات في العالم عن طريق الهجرات وتشريد الشعب العرب في فلسطين من أجل منع قيام دولة عربية ولتحقيق الدولة اليهودية تمتد من النيل إلى الفرات إذن هذا تعريفنا للصهيونية حركة عنصرية عدوانية استعمارية ماذا تهدف هذه الحركة؟ هي تهدف إلى تجميع اليهود من كل قوميات العالم عن طريق الهجرات وتشريد الشعب العربي في فلسطين لماذا يقومون بهذا الأمر؟ من أجل منع قيام دولة عربية وتحقيق الدولة اليهودية التي تمتد من النيل إلى الفرات هناك شخصية يهودية حتى تزعم الحركة الصهيونية من أجل إنشاء وطن قوم لليهود في فلسطين إلا وهي هذه الشخصية تيودور هرتزل من أريد أعرف هذه الشخصية تيودور هرتزل شأقول؟ هو يهودي صهيوني هو يهودي صهيوني هذا اليهود الصهيوني عقد مؤتمر عام 1897 ميلادية في مدينة بازل بسويسرا يهودي صهيوني عقد مؤتمر سنة 1897 في مدينة بازل بسويسرا هذا اليهود الصهيوني مو فقط عقد مؤتمر إنما أيضا وضع كتاب بعنوان الدولة اليهودية سنلاحظ هنا ماذا نوقش في هذا المؤتمر وماذا تضمن هذا الكتاب تضمن الكتاب الكتاب بأن اليهود أو اليهودية قومية قومية وليست اليهود هي قومية وليست دين وناقشه في المؤتمر خلق وطن قومي لليهود في فلسطين إذن تيودور هرتزي يهود الصهيوني عقد مؤتمر هذا اليهود الصهيوني 1897 في مدينة بازل بسويسرا مو فقط كنا عقد مؤتمر أيضا وضع كتاب بعنوان الدولة اليهودية بالمؤتمر ماذا ناقش وماذا تضمن هذا الكتاب تضمن الكتاب بأن اليهودية هي قومية وليست دين أناقش أيضا في المؤتمر هو خلق وطن قومي لليهود في فلسطين هذا بالنسبة إلى الصهيونية وإلى تيودور هرتزي سنأخذ الفرع الثاني من المحور الأول وهي أساليب فأقول هنا سؤال ما هي الأساليب التي اتبعتها الحركة الصهيونية من أجل قيام وطن قومي لليهود في فلسطين الأساليب التي اتبعتها الحركة الصهيونية من أجل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين الجواب سيكون أولا العمل على توطين الصهاينة من العمال والمزارعين والصناعين في فلسطين وإبعاد العرب أي صهاينة من العمال سواء كانوا عمال سواء كانوا مزارعين سواء كانوا الصناعين يضعوهم في فلسطين ويبعدون العرب من ضمن الأساليب الحركة الصهيونية تنظيم تنظيم الصهاينة في العالم بواسطة منظمات محلية ودولية ينظمون الصهاينة الموجودين كلهم بالعالم بواسطة منظمات محلية ودولية النقطة الثالثة هي تقوية الشعور بأن اليهودية قومية وليست دين تقوية الشعور بأن اليهودية قومية وليست دين النقطة الرابعة النقطة الرابعة من ضمن الوسائل والأساليب اللي اتبعتها الحركة الصهيونية من أجل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين هي اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مساندة الحكومات والدول إذن عدنا أربع أساليب تكلمنا عن أساليب الحركة الصهيونية والأسلوب الأول للعمل على توطين الصهيونية أي صهيون من الحمال سواء كانوا مزارعين وصناعين في فلسطين وبعاد العرب نقطة الثانية عندنا تنظيم الصهيونية بالعالم بواسطة منظمات محلية ودولية ثلاثة عندنا تقوية الشعور بأن اليهودية قومية وليست دين رابعا اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مساندة الحكومات والدول لتحقيق هذه الأساليب الذكرناها الأربعة لتحقيق الأساليب الحركة الصهيونية قامت ب أولا حتى تحقق هذه الأساليب الأربعة اللي ذكرناها أولا تشكيل شركة الاستعمار اليهودي في فلسطين إذن حركة الصهيونية انشئت وشكلت شركة استعمار يهودي ثاني خطوة اللي عملتها هو إنشاء المصرف الاستعماري اليهودي هذا المصرف أنشئته في بريطانيا ليش بالتحديد في بريطانيا من أجل مساندة الحكومات والدول إذن من أجل تحقيق لنا الأساليب الأربعة لتحقيق الأساليب الأربعة اللي قام بها الحركة الصهيونية هي شكلت شركة استعمار يهودي في فلسطين أو أيضا أنشئت مصرف بس المصرف الاستعماري اليهودي ما انشئته في فلسطين إنما انشئته في بريطانيا من أجل مساندة الحكومات والدول سأتنا هنا نعلن فشلت محاولات هرتزل بالحصول على مساندة الدول والحكومات هنا هرتزل كل محاولاته من باقي الدول للحصول على مساندتهم ومساعدتهم حتى ينشئ وطن قوم لليهودي في فلسطين هنا نهرتزل فشل لماذا بسبب هنا نقول أولا هو رفض القيصر الألماني رعاية الحركة الصهيونية هذا أول رفض من القيصر الألماني رعاية الحركة الصهيونية السبب الآخر هو رفض القيصر الروسي مقابلة هرتزل هذا الرفض الثاني ثلاثة رفض السلطان عبد الحميد الثاني الموافقة على إقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين إذن هرتزل فشل في الحصول على مساندة بعض الدول والحكومات لماذا بسبب أولا لأن رفض القيصر الألماني رعاية الحركة الصهيونية هذا أول رفض جال هرتزل ثانيا رفض القيصر الروسي مقابلة هرتزل إضافة إلى رفض السلطان عبد الحميد الثاني الموافقة على إقامة مستعمرات صهيونية في فلسطين هاي الأثناء كل الدول اللي هو ألماني قيصر ألماني قيصر روسي سلطان عبد الحميد الثاني رفض يساعد هرتزل نا ظهرت بريطانيا اللي عملت على مساعدة هرتزل من أجل إنشاء وطن قوم لليهود في فلسطين فهنا لعتنا على الوجدة الصهاينة ظلتهم في بريطانيا التي أبدت استعدادها للتعاون معهم لأن كل الدول إحنا اللي ذكرناها قيصر روسي ألماني عبد الحميد الثاني رفض يساعد هرتزل ليش بريطانيا الدولة الوحيدة اللي قدمت المساعدة لهرتزل وقدمت المساعدة للصهاينة الجواب بسبب مصالحها الاستعمارية بسبب مصالحها الاستعمارية قصد بها اللي بريطانيا التي تستوجب حماية قناة السويس وطريق الهند البري ومنع قيام دولة عربية موحدة إذن بعد أن رفض وفشل لكل محاولات هرتزل بالحصول على مساندة بعض الدول وبعد أن رفض القيصر الألماني ورفض القيصر الروسي ورفض السلطان عبد الحميد الثاني بريطانيا والصهاينة وجدت ضالتهم في بريطانيا اللي هي أبدت بريطانيا من باقي الدول استعدادها للتعاون مع الصهاينة بسبب مصالحها الاستعمارية لتستوجب حماية قناة السويس حماية طريق الهند البري ومنع قيام دولة عربية موحدة هاي بالنسبة إلى المحور الأول رح ننتقل إلى المحور الثاني من درسنا لهذا اليوم المحور الثاني إلا وهو وعد بالفور وملاحظاتك حول هذا الوعد بالبداية رح نعرف وعد بالفور وعد بالفور من أن نعرفه هو من التعاريف والمواضيع والأسئلة الوزارية ومكررة عدة السنوات وعد بالفور هو الوعد الذي أعلنه وزير خارجية بريطانيا وعد أعلنه وزير خارجية بريطانيا في تشرين الثاني 1917 ميلادية وعد أعلنه وزير خارجية بريطانيا بريطانيا في تشرين الثاني 1917 هذا الوعد وهو بمثابة رسالة بمثابة رسالة وجهها إلى الثري اليهودي اللورد روتشيلد هو بمثابة هو بمثابة رسالة وجهها وزير خارجية بريطانيا إلى الثر اليهودي اللورد روتشيلد ماذا تضمنوا محتوى هذه الرسالة وهذا الوعد أنه بريطانيا بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تحقيق وطن قومي لليهود في فلسطين إذن من نتكلم عن وعد بالفور نقول تعريفه هو الوعد الذي أعلنه منه وعد أعلنه وزير خارجية بريطانيا شوكت في تشرين الثاني 1917 هذا الوعد هو بمثابة رسالة وجهها وزير خارجية بريطانيا إلى الثر اليهودي اللورد روتشيلد ماذا تضمن بهذا الوعد وماذا جاء في هذه الرسالة جاء فيها أنه بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تحقيق وطن قومي لليهود في فلسطين هذا بالنسبة لتعريفنا الوعد بالفور ملاحظاتنا حول وعد بالفور ما هي ملاحظاتك سؤال ما هي ملاحظاتك حول وعد بالفور الجواب أولا هذا الوعد صدره قبل مجيء القوات البريطانية إلى القدس القدس آية أول ملاحظة حول وعد بالفور ثانيا عاملة الفلسطينيين الذين يشكلون 92% كأقلية هاي النقطة الثانية وعد بالفور عاملة الفلسطينيين هما يشكلون 92% كأقلية ثلاثة غموض كثير من عبارته وخاصة مصطلح الوطن القومي أربعة صدورة يتنافى صدورة أقصد به صدور وعد بالفور صدورة يتنافى ما اتفقه عليه وفق مراسلات حسين مجموهون خامسا موجهة إلى شخصية يهودية أو صهيونية لمركز سياسي سادسا اعتبر اليهود شعبا على الرغم من أن اليهود دين لقومية وسبعة من ملاحظاتنا أن صدورة يتنافى مبادئ حقوق الإنسان في حق الشعوب في تقرير المصير إذن احنا قلنا وعد بالفور وتكلمنا وعرفناه أن الوعد الذي يعلنه وزير خارجية بريطانيا بتشرين الثاني 1917 وهذا الوعد بمثابة رسالة وجهها وزير خارجية بريطانيا إلى الثر اليهودي اللوت روتشلد ماذا جاء بهذا الوعد وماذا جاء في هذه الرسالة جاء فيها أن بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تحقيق وطن قومي لليهود في فلسطين من منطوق الآخر قلنا ما هي ملاحظاتنا حول وعد بلفور هذا الوعد صدر قبل ما جاء القوات البريطانية إلى القدس اللي هي عاصمة فلسطين مياه هذا الوعد عامل الفلسطينيين اللي هما يشكلون 92% كأقلية غموض كثير في عبارته خاصة المصطلح الوطن القومي اللي هي من ضمن الرسالة أنه تنظر بعين العطف تحقيق وطن قومي اللي يهود في فلسطين من ضمن الرسالة هنا غموض كبير في مصطلح الوطن القومي صدور وعد بلفور يتنافى ما اتفق عليه وفق مراسلات حسين مقموهون وانتوا في دروس سابقة أخذتوا مراسلات حسين مقموهون هي مراسلات جرت ما بين حسين أمير مكة وما بين مقموهون اللي هو المندوب السامي البريطاني اللي فيه تعهدت بريطانيا لتحقيق استقلال العرب بريطانيا من وقفة الدول العربية خامسا وعد بلفور توجه إلى شنو إلى شخصية صهيونية يعني هو توجهها من قنة إلى اللورد روتشيلد إذن هي موجه وعد بلفور إلى شخصية سياسية لا إلى مركز ديني سادسا اعتبر اليهود شعبا واحنا نعرف أنه اليهود هي دين لا قومية وسابعا صدورة يتنافع مع مبادئ حقوق الإنسان في حق الشعوب في تقرير المصير أدنى السؤال الأخير اللي هو حول وعد بلفور هو العبارة ناقش ناقش العبارة الآتية يعتبر يعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ ناقش هذه العبارة ناقش يعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ ناقش هذه العبارة الجواب رح يكون هنا ثلاثة أطراف أو ثلاثة دول بالإجابة لأن دولة استعمارية أقصد بي دولة استعمارية هي بريطانيا دولة استعمارية هي بريطانيا منحة أرض لا تملكها وهي فلسطين إلى جماعة لا تستحقها وهي اليهود الصهاينة يعني لدينا كم طرف لدينا دولة استعمارية هي بريطانيا منحة أرض لا تملكها هي فلسطين إلى جماعة لا تستحقها وهم اليهود الصهاينة على حساب الشعب الذي يعيش عليها شنو أقصد بالشعب اللي يعيش عليه هو الشعب الفلسطيني الفلسطيني فأدى إلى اختصاب وطن وتشريد شعب درسنا القادم إن شاء الله رح يكون الثورات والانتفاضات الفلسطينية درسنا القادم ترجمة نانسي قنقر